كانت دائرة مدروسة بتيارة اليوم على موعد مع اختفاليات الفاتح مارس اليوم العالمي للحماية المدنية تحت شعار الحماية المدنية والمؤسسات الوطنية من أجل مجابهة الكوارث حيث تم فتح الوحدة الثانوية الجديدة بالدائرة تحت تسمية المجاهد خرشاوي عبدالقادر والتي تسجل الرقم 14 من بين الهوحدات المتواجدة بإقليم الولاية حيث هناك برنامج لمؤصلة تعميم تواجد أعوان الحماية المدنية على كامل التراب أو تراب الولاية المزيد مع ديار بن داوت اليوم رانا متواجدين على مستوى الوحدة الثانوية لدائرة مدروسة هذه الوحدة الجديدة التي تم تدشينها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس 2018 لكل حال تحت شعار لجهد الثانوية وتبنت المنظمة الدولية الحماية المدنية وهو الحماية المدنية والمؤسسات الوطنية من أجل مجابهة الكوارث كما اذكرت هذا الوحدة الثانوية تم تدشينها اليوم وبالتالي سترفع الضغط الذي كان على مستوى الوحدة المجاورة بينها وحدة فرندا وكذلك الوحدة الرئيسية الحماية المدنية بيتيرت ونكون الحق أنها عدد 14 وحدة تدخل على مستوى كل تراب الولاية